اشتركوا في القناة فيه سيناريو الايطالي والسيناريو الاسباني والسيناريو الامريكي والناس اللي خدت الموضوع بهزل شوية وقال لك لا اعدت البيت وما فيش قاعدة في البيت وكلام من ده والحقيقة هم الوقتي بيلعنوا اليوم اللي خلاهم ما ياخدوش الموضوع جات الوفيات في بعض هذه الدول وصلت ألف في اليوم الناس اللي ما كانتش بتشوف الرقم الألف ده في الوفيات خالص فإذا لو نيتنا مش هنكون ملتزمين بالتعليمات اللي بتطلع لنا كل يوم من الوزارة والحكومة واللي بتطلع من منظمة الصحة العالمية النتيجة هتكون مرعبة خدوا بالكم احنا دولة نامية وعلى قد حالنا ما عندي ناس سراير رعاية مركزة كافة زي الدول الغنية أمريكا نفسها عندها عجز شديد ما عندي ناس سراير فاضية في المستشفيات فالموضوع هيبقى شديد الخطور وفي المقابل الدول اللي التزمت بقواعد الزنبيتك والتباعد الاجتماعي والهيجينة والقواعد النظافة العامة وكده لا بتنجو بتنجو لسه ما نجيتش بس بتنجو فاحنا ما قدامناش اختيار الحقيقة فحكيت السؤال هيحصل ايه لو ما عملناش لا احنا لازم نلتزم مش نقول هيحصل ايه لانه لو هيحصل هتكون مصايب كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر